بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام ومع صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم ندور ونتحدث ونحن في أذكار بعد الصلاة ذكرنا سابقا إنه يسن للمصلي بعد الفراغ من الصلاة أن يقول ما يلي أولا أستغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذى الجلال والإكرام رواه مسلم ثم يقول واحدا من هذه الكيفيات في التسبيح والتحميد والتكبير سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك ولا والحمد وهو على كل شيء قدير أو يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر أربعا وثلاثين رواه مسلم أو يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر ثلاثا وثلاثين متفق عليه أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة كل واحدة في في الذكر مع سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهذا متفق عليه أو يقول سبحان الله عشرة الحمد لله عشرة الله أكبر عشرة أخرجه البخاري أو يقول سبحان الله خمسا وعشرين الحمد لله خمسا وعشرين الله أكبر خمسا وعشرين لا إله إلا الله خمسا وعشرين رواه أحمد ثم بعد أحد هذه الكيفيات يقول أو قبلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة متفق عليه وكذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولكره الكافرون رواه مسلم ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية أخرجه النساء ثم يقرأ سورة الإخلاص مرة وسورة الفلق مرة وسورة الناس مرة رواه أبو أبو داود وأحمد والنساء بعد كل صلاة من الصلاة الخمس إلا المغرب والفجر فإنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات قبل أن يقوم أخرجه أحمد بسند حسن طيب إذن كما أفرقنا بين أذكار الصباح وأذكار المساء في المعوذات إنه تقال ثلاثا في الصباح ثلاثا في المساء وأما بعد الصلوات مرة 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 ورد حديث فيه دعاء يقال بعد صلاة الفجر تحديدا اللهم إني أسألك علما نافعة ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هذا ورد في حديث رواه أحمد وهو حديث صحيح أنه يقال بعد صلاة الفجر فإذن بعد الأذكار يقول يعني بعد أذكار صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعة ورزقا طيبا وعملا متقبلا ماذا أيضا من الأذكار بعد الصلوات بعد صلاة الوتر خاصة سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يرفع صوته في الثالثة رواه أحمد طيب هل هناك آداب لهذه الأذكار الجواب نعم وهذه تنبيهات ولو قبل التنبيهات واحد سأل قال طيب أين أنتم من حديثي معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقد قال بعض العلماء يقال قبل السلام وقال بعضهم يقال بعد الأذكار بعد السلام بعد الأذكار وسنأتي عليها فلنبدأ بالتنبيهات أولا الأذكار السابقة من التسبيحات والتحميذات والتهليلة تقال بعد الصلوات المفروضة سواء كانت في الإقامة أو في السفر وبعضهم يسأل فيقول إذا جمعنا في السفر الظهر مع العصر نقول الأذكار مرة ولا مرتين إذا جمعنا المغرب مع العشة نقول الأذكار مرة ولا مرتين قال بعض العلماء هكذا وقال بعضهم هكذا قال بعضهم قد صارت يعني في قد صارت الصلاة ثاني كالصلاة الواحدة لأنها جمعت في وقت إحداهما فيكفيك أن تقولها مرة بعض العلماء كالشيخ السعدي رحمه الله كان عنده يعني تدبير وسط لما يجمع الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشة بعد المغرب تقام صلاة العشة فكان يعني يسترق وقتا ليقول سبحان الله عشرة والحمد الله عشرة والله أكبر عشرة لأن هذه صيغة واردة هذه صيغة واردة فلأن ما تأخذ وقتا طويلا كان يقولها بعد الظهر مثلا وقبل أن يكبر تكبيرة إحرام للعصر إذا جمع الصلاتين وإذا صلى المغرب ويجمع معها العشة يقول بعد المغرب هذه الأذكار به هذا العدد أو هذه الرواية التي فيها عشر 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 ثم يكبر العشة وبعد العشة يقول سبحانه 33 الحمد لله 33 وهكذا ها يعني هذا اجتهاد رحمه الله طيب إذا قال بعض العلماء تصبح الصلاتان كالصلاة الواحدة فتكفيك أذكار واحدة طيب من التنبيهات أيضا أن هذه الأذكار السابقة تقال بعد الفريضة مباشرة وقبل النافل الراتب البعدية يعني لو كان لها راتبة بعدية كالظهر والمغرب والعشة بين الفريضة والراتبة بعد الفريضة بعد السلام من الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة يعني لو واحد قال هذه الأذكار الأفضل أن أقولها بعد ما أسلم من الصلاة وأنا جالس مكاني أو لو قمت إلى آخر المسجد أو إلى الجدار الجانبي أو غيرت مكاني نقول لا مانع أن تغير مكانك وتقول الأذكار لا مانع بس الأفضل أن تقولها بعد السلام وأنت جالس مستقبل القبلة طيب لو قال واحد أنا مستعجل تارك السيارة بر المسجد فيها الأولاد هل يجوز أن أقول الأذكار وأنا طالع يعني أسلم من الصلاة وأنا طالع وأنا ماشي أقول الأذكار نقول نعم لا مانع من ذلك قل ها أنت ماشي ما دمت مستعجلا وعندك أصلا صيغة تنفع المستعجلين وهي عشر 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 قل ها لا مانع وإنت رايح وكمل في السيارة وكمل في الطريق وإنت ماشي عندك ظروف فإذا هذا المستعجل له أن يقول الأذكار قائما وماشيا وراكبا طيب ماذا عن الإمام هل يقول الأذكار هذه مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة الجواب الذكر الأول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام هذا يقوله بعد السلام وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينصرف إلى المصلين ثم ينصرف إلى المصلين وينفتل إليهم ويستقبلهم ويقول الأذكار سبحان الله 33 الحمد لله 33 إلى آخره لأنه ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستغفار والله ما أنت السلام قبل أن ينفتل إلى المصلين ولا يناسب أن الإنسان يستدبر المصلين الذين أمهم بعد الصلاة ويقول كل الأذكار وهو موليهم ظهره كان في الصلاة لحاجة استقبال القبلة بعد الصلاة السنة وحتى يعني محاسن الأدب وكريم الخلق أن يستقبلهم بوجهه فإذن بعد اللهم استغفر الله اللهم أنت السلام ينفتل إلى المصلين من التنبيهات التنويع يعني مثلا ذكر التسبيح والتحميد والتكبير في عدة صيغ كما مر معنا صحيح أن أشهرها سبحان الله 33 والحمد الله 33 والله أكبر 33 تمام المئة لا إله إلا الله وحده لكن التنويع طيب يعني وخصوصا حتى ما تتحول عبادتك إلى عادة يعني لو واحد قال كيف أمنع تحول العبادة إلى عادة لأنني أنا إذا يعني كل صلاة أريد أن أقول هذه الأذكار أحيانا أسهي يصير أنا يعني أتكلم آليا بس العقل القلب غير موجود نقول مما يعين التنويع يعني مثلا أنت متعود تقول 33 لكن مرة من المرات حتى تطرد الرتابة وتحضر قلبك وعقلك قل سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله وحده 25 قد وردت في السنن وهو حديث صحيح وأيضا تجعلك يعني هذا التغيير يجعلك تلتفت إلى المعنى وإلى هذه تغيير الصيغة لإحضار القلب والعقل أثناء الذكر من التنبيهات الاستعانة على ضبط العدد بالأصابع لحديث عبد الله بن عمر قال رأيه النبي صلى الله وعليه وسلم يعقد التسبيح بيده رواه الترمي وعن يسيرة أم ياسر رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح التهليلي والتقديسي وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات وعقدنا بالأنامل الأنامل أطراف الأصابع وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات والأنملة معروفة هذه مقطع الأصبع مقطع الأصبع هذا أنملة مقطع الأصبع والأصبع مقطع إلى ثلاثة أقسام هذا من 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 رحمة الله بنا وإلا ما استطعنا نثني الأصابع ولا نمسك الأشياء لكن لو كان الأصبع ما في هذه التقطيعات والتقسيمات سبحانه لكن كيف تستثمر هذه مو فقط في مسك الأشياء وأمور الدنيا لا كيف تستثمر في عد التسبيح وفي العبادة إذن قوله وعقدنا أي أعددنا عدد مرات التسبيح بالأنامل أي بعقدها أو برؤوسها فنعمل عقدة من طرف الأصبع مع باطن الكف من طرف الأصبع مع باطن الكف هذه عقدة وعقدنا هذا تنفيذ الأمر تنفيذ الأمر النبوي عمليا هذه عقدة هذه عقدة هذه عقدة قال وعقدنا بالأنامل هكذا أرانا إياها شيخنا عبد العزباز رحمه الله ورأيتها مباشرة منه يشرحها وعقدنا هذه عقدة طب لو واحد قال أنا سأريد أن أفعل هكذا نقول لا مانع لا مانع لا مانع قوله فإنهن مسؤولات يعني يسألن يوم القيامة عما فعلنه وفي أي شيء استعملنه وقوله في الحديث مستنطقات يعني متكلمات يشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسبه يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم تشهد عليهم أرسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون طيب أستعمل اليمنى فقط أو اليمنى واليسرة الأفضل اليمنى فقط لحديث عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقذ التسبيح في يمينه راه أبو داود ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وإن اليمين للأشياء الطيبة كالأخذ والإعطاء والمصافعة واستلام الحجر الأسود والأكل والشمال لما سوى ذلك من تنظيف وإزالة النجاسة ونحوه لكن لو استعمل الكفين لا مانع لا حرج أبدا طيب ما حكم استعمال السبحة والعداد الإلكتروني وخاتم التسبيح الجواب يباح استعمال هذا وحتى الحصة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة هذه مهمة للغاية يعني تعتبر المسبحة وسيلة عد فقط من غير ما تعتقد أفضلية في المسبحة لأنه بعض الناس تصير المسبحة عنده شيء مقدس كأنه فيها كذا ببركة خاصة ويعني يمكن يعني يستشفي بها ويسوي فيها تهاويل يعني أبدا المسبحة مجرد السبحة وسيلة عد ليس إلا ما لها أي ميزة لأنه بعض المنحرفين وأهل البدعة عندهم في المسابح اعتقادات في السبح شيء يعني عالم آخر فإذا استعملت السبحة لمجرد العد ضبط العدد لا مانع آت سبحة خاتم العداد الإلكتروني الحصى خلص وسيلة وسيلة والأفضل الأصابع التي تشهد لك يوم القيامة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال شيخنا بن عثيمين رحمه الله وإن استعملت المسبحة فلا بأس لكن التسبيح بالأنامل أفضل لكن ننبه إلى شيء وهو أنه لا يتذرع الناس بالقول بالجواز في السبحة إلى أن تعمم هذه العادة حتى يهجر التسبيح بالأنامل هذه لفتة مهمة ما نخلي المسبحة طاغية بحيث تهجر السنة وهي التسبيح بالأنامل وذاك لو استعملت أحيانا لا بأس لكن مهم أن لا يترك الناس السنة وهي التسبيح بالأصابع وأيضاً وأيضاً أمام العامة يعني لو أهل العلم اتخذوا المسابح فقط ما سبحوا بأصابعهم أمام العامة وفي المساجد ومجامع الناس وفي المجالس ماذا يظن العامة؟ أن المسبحة هي الأفضل وهذا غير صحيح الأصابع هي الأفضل فبالنسبة لمن يتخذه الناس قدوة يحرص على التسبيح بالأصابع حتى يتعلم الناس السنة ولا يظنون أن المسبحة هي السنة ولذلك قال شيخنا رحمه الله عبد العزيز لا حرج فيها السبحة لكن تكون في البيت تسبح بأصابعك في المسجد ومع الناس بالأصابع وفي جلوسك في البيت تسبحوا بها يعني ليش قال الشيخ هذا لإظهار السنة يعني إذا كنت في مجامع الناس في المسجد أظهر السنة تسبح في الأصابع وأنت تريد تسبح قبل النوم تسبح وأنت جالس في البيت علشان تشغل لسانك بذكر الله تمسك المسبحة وتخلصها كذا مرة هذا خير هذا خير الحمد لله وكان يعني بعض الصحابة يشدد يعني مثلا روى الصلت بن بهرام قال مر بن مسعود بامرأة مع تسبح تسبح بي فقطعه وألقاه ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد سبقتم غربتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكن في انقطاع بين ابن بهرام وابن مسعود رواته ثقات لكن في انقطاع بين ابن بهرام وابن مسعود على يتيحال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا في بعض العلماء شدد في المسبحة كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره وألف فيها الشيخ بكر بن عبدالله وزيد رسالة في تاريخها وحكمها وانها قال يعني مأخوذة من الهن من العباد الهنود يعني الأديان الأخرى انه هذه المسبحة فيه أديان أخرى قديمة يستعملوها و و و وصلها بعضهم الى البدعة لكن الراجح كما قلنا انها جائزة لكن نحرص على السنة تنبيه اذا شك واحد في عدد التسبيح دائما الشيطان يجي شككنا كم أنا سبحت عشر عشرين خمسة عشر ثلاثة ضيعنا ولذاك بعض الناس يقول السبحة لأنه ما خرص تخلص معك فتعرف انك خلصت ما تشغل نفسك بالعد لكن لو واحد استطاع ان يضبط العد باصابع ويحضر ذهنه ويستحضر للمعنى والعد يعني يكون مركز جدا فهو افضل طب لو واحد شك في عدد التسبيح يعني شكيت ايا ثلاثين ولا ثلاثة وثلاثين اعتبرها ثلاثين يعني تبني على اليقين يعني تبني على الاقل يعني تبني على المؤكد طيب ما حكم الذكر الجماعي يعني بعد الصلاة بصوت واحد كالفرقة كالفرقة كالجوقة كالجوقة مع بعض آلة الكرسي مع بعض قلوا الله واحد مع بعض قلوا عذرهم من الناس مع بعض قلوا و سبحان الله ثلاثا و ثلاثين مع بعض الحمد لله بصوت واحد يجتمعون عليه لا شك طبعا وبعضهم يضيف دعاء جماعيا أيضا يعني بعد الصلاة دعاء جماعي كلهم يدعون به آمين مع بعض هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه صلى الله الصلوات هل ورد أي حديث صحيح أنه كان مع أصحابه بصوت واحد وإلا كل واحد كان يسبح وحده وهذا السريع وهذا البطيء وهذا المتوسط وهذا خلص قبل هذا الجواب أنه ما ثبت أبدا لا الذكر الجماعي بصوت واحد ولا الدعاء الجماعي لا عن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه ولا عن الصحابة ولا عن التابعين إذن هذا عمل محدث بدعة يعني بدعة يأثم من فعلها وإنت الآن في الصلاة والمسجد والأذكار تريد الأجر لا تريد الوزر فإذن من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد أحدث اخترع سواء اخترع ذكر كامل أو اخترع طريقة في أداء الذكر يعني لاحظ البدعة ما هو بس البدعة أنه يجيب صيغة مخترعة مثل صلاة الفاتح لما أغلق عند التيجانية يعني هذا ذكر مخترع ما أنزل الله بيه من سلطان بل فيه أحيانا شركيات ما هو فقط البدعة في اختراع أذكار والزيادة في الدين البدعة البدعة أيضا في الأداء في الطريقة مثل الاجتماع بصوت واحد مثل التطريب والتلحين يعني واحد يقول سبحان الله يلحن ويطرب فيها هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقول بصوت العادي سبحان الله سبحان الله سبحان الله إذن التطريب والتلحين من البدع طيب ماذا عن مسح الوجه والعينين بعد الصلاة بعض الناس بعد هذا يمسح الوجه وبعض يمسح العينين وبعض بالإبهام بالإبهامين ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثبتت عنه اللي هي مسح العينين بالإبهامين أبدا أما مسح الوجه بعد الأذكار ما ورد أكيد بعد الدعاء بعد الدعاء اختلف العلماء هل ثبت مسح الوجه ولا ما ثبت فقال بعضهم حسن لغيره وقال بعضهم ضعيف فإذا فيها شك مسح الوجه بعد الدعاء فيها شك ترى هذا الدعاء العادي يعني أما يجي واحد مثلا بعد مثلا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده بعد يعني بعد السلام من الصلاة مثلا يمسح هذا ما ثبت قطعا لكن السؤال هل بعد الدعاء لو بعد الأذكار واحد دعاء بعد الأذكار لا مانع لا مانع طيب مسح الوجه بعد الدعاء هذا هذا اختلف العلماء فيه هل هو من السن هل هو هل ثبت أم لم يثبت وبعضهم يقول ما دام فيها خلاف المسألة لن أفعل عبادة إلا بيقين إذا عندي في شيء يقين مؤكد أفعل طيب ما حكم بعد كل صلاة تقبل الله مننا ومنكم تقبل الله تقبل الله تقبل الله حرما جمعا هذه мخترعة أكيد أكيد ما فيه أبدا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي بكر حرما ولا أبو بكر قال جمعا اخترعوها اخترعوها طيب لو قال واحد تقبل الله مننا ومنكم أليس أليس كلاما طيبا أليس دعاء جميلا يا أخي أنا أدعو أن الله يقبل منه نقول لو فعلتها مرة لا مانع مرة فعلها الواحد ما لكن بعد كل صلاة تلتزمها بعد كل صلاة تلتزمها ما معنى ذلك أنت أخبرني بعد كل صلاة تقبل الله بعد كل صلاة سلم على اليمين تقبل الله تقبل الله بعد كل صلاة خلص معناها صارت سنة هذا من يفعل هذا نقول لو أنت تريد الأجر أو أنت عاملها مثل شرب الماء والأكل يعني عادة يقول لا لا أنا أريد الأجر سلم عليه تقبل الله الشمال تقبل الله أنا أريد الأجر نقول تريد الأجر معناها لازم تكون ثبتت حتى تأخذ عليها أجر أما نخترع عبادات نخترع سلام يمين ويسار وتقبل الله تقبل الله اخترعنا لا إذن هذه بدعة ولا يجوز أن تقال طيب لو واحد مرة من المرات سلم على إخواني المصلي يعني جماعة من المصلين خارج المسجد داخل المسجد فتخم يخرجون قال تقبل الله لا مانع خرص ما فعلها على أن سنة ولا واضب عليها لاحظوا يا أخوان ما فعلها على أن سنة ولا واضب عليها مرة قال تقبل الله لا مانع مرة قالها واضح الآن ما في مواضبة ما في اعتقاد أن سنة أما المواضبة فلا كل محدثة بدعة وإن رأاها الناس حسنة وترى يعني تقريبا كل المبتدعة ما حد يقول أنا ترى اخترعت لكم شيئا وأنا أفعرف أنه هذا باطل وأنه هذا يدخل النار وأنه هذا فيه سيئات كل واحد اخترع ذكرا كل واحد اخترع ذكرا يقول لا أنا أبغى أجر يعني أنا أقوله أنا أبغى ثواب أنا أبغى ثواب نعم طيب لذلك نقول لا للاختراعات لا تحدثوا في الدين ما ليس منه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أتقى منا لو كان خيرا لسبقون إليه طيب لو واحد قال بعد الأذكار أنا أقعد وأدعي أدعو الله بأشياء من الدنيا والآخرة نقول لا مانع يقول أنا ما بلتزم دعاء معين أرى أدعو اللي يختر على بالي مرة هذا مرة هذا نقول لا مانع لا مانع خلاص أنت أتيت بالسنة كما ثبتت ثم تريد تدعو أدعي عامة لا لا مانع ادعو يا أخي لا مانع أيها الأخوة والأخوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الخير وأن يوفقنا إليه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يفعلنا